بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحبه سلم تسليم جميل أن تكون لنا مجالس عليا في كل تخصصات وجميل أن تختص هذه المجالس العليا كل في مجاله وجميل أن تعطى الحرية لهذه المجالس في تخصصاتها أن تبدع وجميل للمغاربة أن يطلع على منجزات هذه المجالس المجلس الأعلى للحسابات خرج التقرير المفصل الذي يتحدث عن الكثير من الاختلالات في الكثير من المؤسسات العمومية من جملة هذه المؤسسة المندوبية السامية للتخطيط الذي يقرأ عن ما فيها من اختلالات يصاب بوجع في الدماغ قضية اللقاحات الذي يطلع على المستور كيف يتعامل مع أموال الأمة كأنها أموال سائبة لا رقيب عليها ولا حسيب يصاب بالدوار ويكاد يدخل في غيبوبة لا يعود بعدها إلى يوم القيامة الكثير من هذه المؤسسات تمت شريحها ماليا وإداريا وكيفية التصرف في مال الأمة وإنني لو أعطيتكم بعض ما ذكره هذا التقرير حول قضية اللقاحات فقط لأصبتم أنتم أيضا بالدوار قضية الصفقة صفقة القرن في المغرب حول لقاحات الأطفال والتي لا زال في طور التجربة وأن المنظمة العالمية للصحة لم تعتررخصة حتى يباع في الأسواق وتتم الصفقة في هذه الظروف وبمليارات ثم بعد ذلك أن يتم تكوين ما يفترض أنهم سيقومون بهذه العملية بالمليارات أمور كهذه وأخرى غيرها في مجالات متعددة في مؤسسات عمومية كثيرة رصد المجلس اختلالات هائلة هذا هو مجمل ما يمكن أن يقال إجمالا لا تفصيلا الآن وقد ظهرت هذه الاختلالات في مؤسسات عمومية كانت تتعامل مع مال الأمة وليس مع مال أنتجته هي أو حصلت علي بمجهودها إنها أموال الشعب المغربي أما يعني الوقت لكي نفعل الدستور في بنده الذي يقول بربط المسؤولية بالمحاسبة هذا هو التقرير فأين المحاسبة نريد محاسبة هؤلاء الذين عبثوا بمال الأمة ثم من الذي يحاسب ثم من الذي يفعل مسترة المحاسبة ثم متى يحاسب هؤلاء إن الشعب المغربي كاد يتيقن في هذا البلد أن المحاسبة إنما تكون دائما لصغار السراق فإذا تعلق بكبار السراق فكأنهم ينتمون إلى محمية يجدون من يدافع عنهم ولذلك هم يسرقون بأمان بل إن بعض السراق يدخلون السجود حينما عرضنا أن نطبق بعض بنود الدستور فإذا بهم يخرجون بين عشية وضحاها ولا نعرف لماذا دخلوا ولماذا خرجوا إن نعاهم عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الكيل بمكيالين وأن ترك كبار السراق يعيثون في الأرض فسادا وينعمون بالحياة الهادئة ويهربون أموال الأمة إلى الخارج في حين يتابع السراق الصغار إذا ما ضبطوا ويقدموا ككبش فداء بين أيدي هؤلاء هذا هو الذي جعل منه النبي صلى الله عليه وسلم من أولى بوادر الهلاك قال رسول الله صلى عليه إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الكبير تركوه وهذا الحديث جاء في سياق السرق التي قامت بها فاطمة المخزومية الحرة فأرادوا أن يستشفعوا لها عنده فلم يجدوا إلا الحب بن الحب سأسامى بن زيد فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هكذا هي العدالة نحن لا نقول بقطع اليد نحن نقول بتقديم ملفات هذه إلى القضاء ليقول القضاء كلمة في دولة الحق والقانون حيث جميع السلطات الثلاثة مستقلة سلطة القضاء تقوم بواجبها السلطة التشريعية تقوم بواجبها السلطة التنفيذية تقوم بواجبها إذن فمتى يتم متابعة هؤلاء قضائيا إن الشعب المغربي ينتظر ردا لماذا؟ لأننا نعاني أزمة كبيرة نعاني على مستوى الاجتماعي هناك بطالة للشباب يحتاجون إلى العمل أموالنا المهدورة كان بالإمكان توظيفها واستثماؤها في إيجاد الشغل لهؤلاء ثم نحن نعاني أيضا من أزمات أخرى كلها متعلقة بقضية إهضار المال العام أينما حللت وارتحلت مؤسسات كبيرة صغيرة إلا وتجد عياذا بالاستهتار في قضية التصرف في أموال الأمة بل لقد شاء عند المغاربة أن كل مسؤول في أي مؤسسة إلا ويعتبر مؤسسته ضيعة لا يستغل موظفيها ويستغل كل ما فيها من مرافق ويستغل ميزانيتها فكأنها ضيعته بل هناك أكثر من ذلك هناك من يعتبرها ضيعته فعلا وعمليا ولقد شاهدنا ذلك فنسأل الله سبحانه عز وجل أن توضع هذه النتائج المتوصل إليها من قبل هذا المجلس الأعلى أن توضع أرهن القضاء ليقول الكلمة الفصل فيها حتى يطمئن الشعب وحتى تعود ثقة الشعب لمؤسساته فإن فقدان الشعب الثقة في مؤسساته لهو الخلل الذي لا يجبر أبدا وصلى الله على حبيبنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر